دعين دلوقتي اللقاحات ماذا قدرتها إيه على مجابهة الفيروس وتحوراته المختلفة وإحنا بنتكلم على طبعا أنواع كثيرة جدا من اللقاحات والمتحورات أيضا بدأت تختلف من دولة للتانية انتشارها بدأت كمان يكون أسرع زي ما كلنا بتبعين ده صحيح يا دي نقطة مهمة جدا لأن التخوف دلوقتي عند الناس كلها أنا لو خدت اللقاح ده هينفع مع دلتا و دلتا بلس ولا مش هينفع هل نقول إيجابة سريعة بس دلوقتي هو هينفع هل هو فعال كل اللقاحات اللي سجلت في منظمة الصحة العالمية في جدول اللقاحات هي فعالة ضد الفيروس الأصلي اللي احنا بنقول عليه الويلد تايب وفعالة ضد المتحورات الفعالية ضد دلتا و دلتا بلس ممكن تكون أقل في انعدام الأعراض يعني حد لو ياخد اللقاح الأصلي للسلالة الأصلية هيبقى مثلا في حدود 80% لو بنتكلم مثلا أسترزانيكا لو كان المتحور دلتا هو اللي أصاب الجسم ساعتها بتنزل بقت 67% الفعالية بتقل بس على زي ما نقول الأعراض الخفيفة يعني الشخص اللي واخد اللقاح وجاله سلالة عادية مش هيزع عليه أعراض خفيفة دي نثبتها مثلا 80% لو كانت دلتا و دلتا بلس وهي معظمها زي ما تفضل دكتور أيمن كده جهاز التنفس العلوي فيها رشحة أكتر فيها صدع أكتر ده هتبقى الفعالية أقل لكن الفعالية ضد دخول المستشفى و ضد الوفاة تظل سواء كان المتغير أو السلالة الأصلية فوق 95% بعض اللقاحات فوق 90% لقاحات أخرى طبعا لم يتم درس متحور دلتا و دلتا بلس بصورة مكسفة زي السلالة الأصلية يعني ما بقى لهاش كتير نحن أصلا السلالة الأصلية لسه محياراة لسه لحد دلوقتي الدراسات فيها طبعا اختلافات كثيرة لكن كل الدراسات اللي اتعملت يعني مثلا سكتلندا طلعت دراسة من أسبوعين إن عدد المصابين بديلتا بلس عددهم في المستشفيات ضعف السلالة العداية ده برضو نتيجة انتشار السريع يعني هو مشكلة دلتا و دلتا بلس إن هما بانتشروا أكتر بعد الدراسات قالت ممكن توصل لست مرات أكتر من السلالة الأصلية عشان كده الموجة اللي جاية التخوف فيها إن الانتشار الكبير ده ممكن يعمل ضغط على المستشفيات يعني هو أعراضها مش هتبقى أشد لكن أنا لو كنت بقول إن في مئة شخص في السلالة الأصلية منهم خمسة لسبعة بيحتاجوا خش المستشفى دلوقتي هما المئة بقوا متين فالسبعة واربعتاشر فبقى أنا محتاج أستعد جوه المستشفيات إن ممكن يجيلي طبعا أعداد أكتر عشان كده كان مؤتمر وزارة الصحة معظمه على فكرة التجهيزات جوه المستشفى الأدوية توفير عدد أكتر من اللقاحات لأن احنا اللي بنتكلم عليه ده كله للناس الغير ملقحين لو فيه لقاح خلاص أنا ضامن على الأقل حتى لو فيه أعراض هيبقى في البيت هيتعالج في البيت مش محتاج أنه يروح مستشفى لذلك مهم جدا الفترة القادمة أن احنا نزود التسجيل على اللقاحات احنا عندنا الويت انجليست كله على بعض وربعة مليون احنا مئة مليون في دلوقتي يقولوا خلاص يعني هما بصدد إنتاج حوالي 15 مليون اه بصدد فإحنا محتاجين الناس يسجل أكتر لذلك احنا عندنا هيبقى في الشهر من 15 إلى 18 مليون يعني اليوم الواحد ممكن ندي لقاحات لخمسمائة ألف شخص اشتركوا في القناة